الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد السائل بقول ما حكم الذين ماتوا في الحرم المكي بسبب الرافعة هؤلاء نحسب أنهم ماتوا على خير إن كانوا من أصحاب العقيدة الصحيحة لأن الإنسان إذا مات على شيء بعث عليه فمن مات ملبيا بعث ملبيا ومن مات على صورة معينة يبعث عليها يوم القيامة وعموما هذه من الأشياء التي تحسب للإنسان من دواعي حسن الخاتمة الإنسان أن يموت على خير وهو حاج أو معتمر أو مصلي أو ذاكر لله تبارك وتعالى في الأرض الحرم ولكن الإنسان ما يقدر يشهد لواحد منهم على سبيل القطع والجزم إنه مات في الحرم خلاص في الجنة لو مات في الحرم أو مات في غيره ما منقدر نشهد لأحد بأنه في الجنة كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص نحن ما منقدر نقول لك دخلوا الجنة في إمتى؟ ولو نقدر نحكم على إنسان من أهل القبلة مات ولو مات على الشرك ما منقدر نحكم عليه بأنه في النار لأن مسألة الشهود بالجنة أو بالنار هذه لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام لكن إحنا ما بنحكم عليه أحد بكده ولا كده ماذا هي الشغلة بتاعة الصوفية؟ الصوفية الشيخ بتاعهم بيكون قاعد في الدنيا دينا بيقول لك أنا في الجنة مش هو براه ولو بتجيب على رقبته بتكون أهوان الموضوع بيقول لك أنا والجماعة المعاي كلهم في الجنة كلهم الخليفة البليد داك في دان المولد قال لهما النبي جاني في النوم وقال لهي أضمن بيضمانتي كمان وقال لهي رقبته في سكرور يضمن كمان تقال له حكوين؟ قال لهي قالهو في الجنة خليفة سعادة خليفة من أهل الجنة ده من المبشرين قال بالجنة يعني أنت كصوفي ممكن تعدوا مع ناس قيس بن شماس وعكاشا بن محصن وابن مسعود في إمتى والعشر المبشرين تعود خليفة معهم قال النبي بشرني بالله وما بروا قالوا قال لي أضمن بيضمانتي والجماعة في الخيمة كلهم قال لهم أن أضمنت لكم كلهم صوفية نسوان على الرجال تجانية ختمية كلهم قال ضمنت لهم ميدان الخليفة جد دخلوا الجنة بساك كده بس لا دنيا لا دين لا عمل بس كده دا كلهم قال الجنة دخلهم دا يا أخوان كلهم من الزور ومن الكذب واللعب الشريعة ما بتقدر تشهد الإنسان بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص قرآن ولا سنة صحابا شهد لهم الله تبارك وتعالى ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عن ربنا قال وكلا وعد الله الحسن أي صحابي ربنا وعدوا الحسن والحسن هي الجنة للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صحابا شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم المولى جل وعلا في القرآن أما الصفية المافضة شهد لهم ونحن لو لا الاعتداء على النصوص ومبجوز بشهد لهم بجهنم بموتوا على العقيدة دي لكن مبجوز زي أشهد لهم إنما بحكم على كل صاحب عقيدة زي دي بإنه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم زولي موت قابل الله تقابل المولى وأنت تدعو من دون الله ندا على غير ملة محمد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار بتنادي الكباشي لما نموت لك الموت كتم شعل روحك وفات وانت بتقول يا الكباشي تلحقنا ويا ست نفيسة جهنم طوالي لا ستك نفيسة بتحلك ولا غير بحلك جهنم من لقي الله حديث ابن مسعود من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار موضوع منتهي ما في أحد بيقدر يشهد لك بدخول جنة ولبيض مليك جنة وأنت تدعو من دون الله أندادة تعبد في شيوخ ويعبدون في قبور وجماعة مدفونين لهم ستين سنة واحد مدفون جوا قبر بيعبدوا فيه ودبسي في تراب في همتة دبشي السفري لأهل بغادي كله ده من العقايدة الباطلة وده شغل بتاع الصوفية وراك دين السيحنة بس محلنا ذا الحمد لله ينضيف وحميدة كان بجاي طار ما شوين ما معروف فات الستة شايفوه حميدة زنوا السوكيني وقف ومشى هناك العربي والعربي هنا قاعدين بغادي انت بتجي سايا حميدة بقوا مشى هناك العربي بتجيه هنا ما في ولا شنو برضو قاعدين بهناك في امتة وما بحلك كل دعاة الباطل ودعاة الشرك في السودان وفي غير السودان هم مخزولون ما عندهم حجة ربنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا دعاة بتاع الشرك مخزول انت وبعدين يوم القيامة ربنا قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مخزولا دي بتقابلك في الدنيا هنا ملوما مدحورا في جهنم على وشك دي بتقابلك بعدين يوم القيامة لو مت وأنت على الشرك بالله سبحانه وتعالى تلقى العذاب بعدين بقابلك يوم القيامة على أي حال ما بجوز الكلام بتاعهم دا قال الإخوان المسلمون يقيمون أسبوعا دعويا وين دعوتهم في أخو مسلم عنده دعوة قال يقيمون أسبوعا دعويا ما في أخو مسلم عنده دعوة إنما هي دعوة للحزبية ودعوة للمظاهرات ودعوة للتعبد بسبيل بتاع إخوان مسلمين وده سبيل غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول وأن هذا صراطي مستقيما في صورة لا نعم يعني إحنا لا يدي نعيذ النظر فيه ولا شنو الله قال وأن هذا صراطي ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون النبي دع لطريق واحد كتابه سنة طريق واحد دع له النبي صلى الله عليه وسلم حسن البنة جدخل كل الطرق دي داخل دائرة لأخواء المسلمين كل الطرق دخل معهم جوك حزب تحرير قال لك تأجينا جوه هنا انت شيعي برضو معانا انت حزب أمة برضو تخش معانا انت أنصار سنة ما فاهم حاجة برضو تخش معانا جوه هنا قال فلنعمل جميعا كلهم صوفي علي أخو مسلم علي صعلوق شفت كله قال فلنعمل جميعا فيما اتفقنا فيه لحد ما جدت ترابي ودخل اليهود والنصارى كلهم قال جوه من لقى الإبراهيمية يهود معانا نصارى معانا شيعاء معانا كلهم دخلوا الترابي تحت دائرة الأخوان المسلمين قال فلنعمل جميعا فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اختلفنا فيه ده ممكن تكون انت مختلف مع صوفي في الله الصوفي بقول أنا بنادي المكاشف وانت تقول أنا بادعو الله وحده في الشدائد وفي الرخاء مجد اختلفته كده حسنا البنة قال لك نعمل فيما اتفقنا عليه خلوا دي انت تنادي الله ودي نادي وتحسونه دي نادي التجاني وداك السيدة نفيسة كله قال كويس كله معانا حسنا البنة ذاته هذا الرجل السيء صاحب دعوة الأخوان المسلمين اكان فيه ميادين الموضوع ساهل مش بيجي بس قال وسامح الكل سامح ايه زول غلطان انت قلد ادبك قبل كده ما عابدت احيط بسامحك قال النبي وقول لك ما عليش ما في حاجة وانا غفرتها لك داك بهناك نشليه ستة مليون سجنوه 13 سنة وفكوه برضو قال سامح الكل فيما مضى وجرى داك سفة تراب ونادى الشيخ ودع غير الله وحلف غير الله سامح الكل قال كلهم سامحون فيما مضى وجرى دا حسنا البنة دي عقيدته باقلك دا نافع دا نجيب دين للأمة الأخوان المسلمين ما بجيبوا دين افدا شكده العلامة احمد محمد شاكر عالم من علماء الحديث قال الإخوان المسلمون هم خوارج القرن العشرين دي لالخوارج افرزوا داعش افرزوا جبهة النصرى افرزوا اسامة بن لادن افرزوا كل التكفيرين افرزوا هجرة والتكفير عندنا هنا في السودان عباس الباقر الخليفي كل الجماعات المطرفة والتكفيرية كل هذه افرزتها جماعة الإخوان المسلمين خرجوا من كتب سيد كتب ذاك الرجل الخبيث قبحوا الله في الدنيا والآخرة الرجل ده افرز الفكرة التكفيري كل نابع من دائرة الأخوان المسلمين وكل جماعة التعبيد وضلال عشان كده ما يجي يقول لك قال لا قال عنده مسبوع دعوي بمناسبة ذكرى سبعة وستين لاستشهاد الإمام البنة قال وتأبين الأستاذ أحمد سيف الإسلام تحت شعار ما عارف الشعار ما ظاهر شنو كده البنة رحل شنو نقطت الامة ولا شنو ما عارف تكلام فارغ بنة رحل الله ريح منه الامة رحل بنذكره كمان تذكر بنة دي الناس مفسدين في الأرض جماعة مفسدة في الأرض في أنت كلامي ما بتذكرهم بيخير ولا بتذكرهم رحل الله لا عاده أراح الله منه العباد والبلاد والشجر والدواب نتذكره بيخير قدم شنو ابن تيمية هو ابن تيمية ما بجوستعمل احتفال سنوي ابن تيمية بتعرفوا شيخ الإسلام شيخ الأمة كلها وعالم التفسير وعالم الفقه وعالم المنهج والعقيدة وكله ابن تيمية شيخ الإسلام ما بجوستعمل ليه احتفال سنوي أصلا لو جينا عملنا احتفال سنوي بابن تيمية ولا بمحمد عبد الوهاب احتفال سنوي ما بجوست دي العلماء خلي كمان تحتفل لك بيه زون مجرم مجرم جنة على الأمة الإسلامية والفساد في العالم ده كله بسبب حسن البنة تي تحتفل بيه وكمان ما بجوست طيب السائل بيقول قلت يا شيخ أننا لا نحكم على أحد بالنار ولو مات على الشرك هل توضيح ما كلامي صاح يا أخ مش مات على الشرك ما بتحكم على بالنار أنت مات على الشرك تقول مات كافر لعنه لا الله يلعنه ولعن أي كافر معاه ده حدك أنت لكن ما بتقول في النار تفاهم كلامي النار دي أنت ما ماسك مفتاحة أنت ما بتدخل وبيتمرق النار أنت حدك تحكم على إنسان مات على الشرك تحكم عليه أنه مشرك كافر ملعون انتهى الموضوع على كده مات على الشرك لكن كونك تحكم عليه بأنه في النار أو بواحد مات على الإيمان تحكم عليه أنه في الجنة ده ما بجوز لك أنت وراجع شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي قال ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار ما بتشهد له أنت تحدك تشهد بكفره ولا تشهد بأنه مسلم ده حدك أنت أما جنة ونار ده أنت ما عندك فيه حق ما عندك فيه حق ولعله يكون استغفر في آخر حياته وانت ما تدري لعله يكون استغفر في آخر لحظات حياته وانت ما تعلم ولعله يكون من أهل الأعذار وانت لا تعلم انت بتعلم لعله يكون معذور عند الله عز وجل كخصة الرجل ده لي صحيح البخاري قال لي أولاده أنا إذا ما ميت أنا لو مت يا أولادي فحرقوني ولعوا نار وحرقوني في النار ثم سحنوني دقوني دقاق كده كله عضم بتاعي ده ثم ذروني في اليم ثم أروا يوما شديد الريح شوفوا يوم فيه كتاحة شديدة في كوني في الهوى مدخل قال لئن قدر الله علي قال الله لو قدر عليه ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين الكلام ده كفر ولا ما كفر ده كفر صح ده كفر ما فيه كلام ابن تيمية قال شك في قدرة الله على على إعادته وبعثه بعد ما زرية ده شك في قدرة الله الزول ده انتهى الساق لو جيت بتشهد ساي بتقول لي ده ما معروف في جهنم ده بمشي وين يعني برا جهنم عندهم حال تاني جهنم روح مش بتشهد على بجهنم النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال له الله يا عبديكم جمعوا أول ما حرقوا شتتوا قمت خيل تاني مبقوم ربنا جمع تاني قالكم كن قال فكان لما كان قال له ما حملك على ما صنعت انت عملت كده ليه قال خشيتك يا رب وعمل الشيد كله خوفا من الله جل وعنا قال فغفر الله له والله غفر له مع ذلك ابن تيميا قال فعل هذا وهو جاهل فالإنسان قد انت تشوفه على الكفر انت حدك تحكم على تقول كافر بتعلمه من أحكام الدنيا روح قل لده ما تكافر انتهى موضوعه ملعون الله يلعنه انتهى كده عسابك انت لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الإنسان قد يكون معذور بنوع من أنواع العذر قد يتوب في آخر حياته ربنا يغفر له يتوب عليه يدخلوا الجنة دي ما قد يتك خس جنة ولا نار أعرف المعلومة دي دي ما قد يتك شماتي يتقول لي في ثلاثة الليلة ماتوا جهنم جوه ثلاثة أنفار انكمدوا جوه في أربعة الليلة ماتوا من المؤمنين الجنة جوك أربعة أنفار انت عيه كيف أكون فراد عندهم فلهم وكده ولولو جاوامي مخون ومسائل شازة بيطنطعوا بيه مات شز بمسائل العلم أنظبت ده الكتابة السنة ده ما جاوبتم طيب هل يجوز لزوجتي أن تصالح أن تصافح عمي عمي أخو أبوي لا أبوك بس عمك ده ما داخل في الحساب أبوك محرم بالنسبة لها وحرم دائمة أبوك بالنسبة لها محرم أما عمك لا ودعمك لا والدجيران لا أخوك لا وده أخطر من البقية لأنه ده الحمو قال الحمو الموت النبي صلى الله عليه وسلم أعمل حسابك ما تقول لي أنا أخوي ساكن معاي في البيت وبيقرأ في الجامعة وطالب طبيب طبيب ما تخليه في البيت وتمرك ما تقول لي ده أخوي أخي ما أقول قطع ريحي مكرهتونا كرهتك أنا النبي قال لك الحمو الموت وده كمان بيجيب لك الأولاد بيشبهوك ما أنت ما بتعارف أبتكر تفرزون حقينك من حقين أخوك أبتكر تفرزون ثاني بعدين الحمو الموت ما تخليه وراك أخوك ده أنت حريص عليه أبني لك غرفة بعيد كده برا هناك قلت فيها يقرى طيب يقرى طيب يقرى بعيد هناك براك أولا تدخله جوه البيت وتلوم نفسك بعداك أنت تبقى مشكلة قدامك كبيرة البقية الأسيرة نخلى الحلقة الجانشا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر